الحمودة أو حرقة المعدة أو ألم المعدة في رمضان وده بيكون لي سبب من اتنين أول سبب عندنا أن تكون حد طول اليوم معدتك فاضية وفاجأة قسرت الصيام بتاعك على كمية كبيرة جدا من الأكل مرة واحدة بدون ما تعمل أي تمهيد للمعدة وعن الحل الطبيعي بتاعها أن تتمهد الأكل لبطنك يعني مثلا تاكل صلطة أو تاكل حاجة خفيفة وعندك تروح تصلي وترجع تاكل فكده تبقى عمل تمهيد لمعدتك لو أنت مش هتقدر تعمل كده ممكن أن أنت بعد الأكل تاخد حاجة تأسرها سريع في خلال عشر دقايق حاجة مثلا زي الجافسكون من أفضل الحاجات لأن في مادة اسمها السوديم ألجينيت ودي بتبطن المعدة من فوق فبتمنع ارتجاع الحمود الأعلى السبب الثاني بقى ليه الحمودة أن المعدة فاضية من الأكل فترات طويلة فيه ناس بيكون بالفعل عندها ارتجاع مريء بس الصيام بيظهره بسبب أن المعدة بتفضى أو أن بسبب لسبة السويل في الجزم بتقل فترة الصيام فده بيحفز العصب الحائر اللي بيوصل عندنا للمعدة أنه بيعمل تقلصات وانكبارات عندنا في المعدة أو أن فيه ناس بيبقى عندها على طول الصداع فترة الصيام فاتلة أنه بياخد مسكنات كتير فده بيعمله ألم في معادته والحل هنا حاجة من اتنين إما أن أنت بتاخد الأدوية اللي هي البروتون بامب انهيبتور زي البنتولوكة أو الكنتولوكة أو مسيلاتها وده بتاخده قبل الصخور قبل ما تنام أول حل التاني أن أنت تاخد مشروب طبيعي بيعادل حموط المعدة وبيقلل التهابات المعدة وانقبالات المعدة وهو العرقسوس حتى لو أنت مش بتحب طعمه لو أنت مش بتحب الأدوية ممكن تتعامل معها لأنه دواء وتشرب كمية بسطة منه كل يوم